الآن جاء بكلامي عن السلفية المدجنة وهذا المقطع والله سبحانه الذي خذلها أي شخص ينتبه لكلماتي بماذا وصفته السلفية المدجنة هو جاء بكلامي وجاء بكلام للمشايخ لماذا؟ لأن همام عبد العالي وأنثاله عملوا هذا المقطع فالذي يرآه وهو لا ينتبه للكلمات التي أقولها أنا يظن أن كلامي سينطبق على المشايخ الذين جاءوا بمقاطعهم اسمع كلامي يعتقدون معتقدا قريبا من معتقدي أهل السنة والجنة أول شيء وصفته به السلفية المدجنة أن معتقدهم قريب من معتقد أهل السنة والجماعة إذن هم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة هذا أولا فهو الآن يريد أن ينزل الكلامي على ابن عثيمين وابن باز معتقدهم قريب من معتقدهم السنة ويقولون عن أنفسهم سلفية ولكن يقولون الذين يخالفون اعتقاد السلف هؤلاء أئمة وهؤلاء علماء نعم قد يكون هؤلاء العلماء من المعاصرين قد تجد بعضهم يقول عنهم آئمة وبعضهم لا يقول عنهم آئمة بعضهم يقول علماء ما في مشكلة حتى أنا قد أقول عن بعض أهل البدعة عالم في مجال معين عالم في الحديث حتى أنا ما أخلف فيه لكن أنا عندما أذكر لك صفات مرتبطة ببعضها تحدد الفرقة هذه هذا لا يعني أن كل من شاركهم في الصفة من هذه الصفات يكون من هذه الفرقة يعني عندما أقول لك مثلا المعتزلة عندهم أصول مثلا من أصولهم التوحيد تروح تجيب لي محمد بن عبد الوهاب صنف كتاب اسم التوحيد وتقول إذن أنت تقول عن محمد بن عبد الوهاب معتزلي هذا الجهل إما جهل أو تلبيس فإذن ماذا أصف أنا السلفية المدرجة اسمع ويجب أن نحترمهم بل من بين ضلال المخالفين للسلف هذا هو الضال إذن السلفية المدرجة يقولون أن الذي يبين ضلال المخالفين للسلف هذا هو الضال وهذا هو من أهل الغلوب وهذا الذي يحارب ويجب أن يحارب انتبه إلى هذه الكلمة والآن اسمع مقاطع المقاطع التي جاء بها هو عند السلفية المدجنة فهناك فرق بينهم ونحن بقلوبنا نشهد الله أننا نحب ابن حجم نحب النوم ونحب من كان على شاكلته انتهى كلام ابن عثيمين كما جاء به هو بدون قطع هو يحب النوم طيب يشب الدران ما علاقة هذا بأن المدجنة يرون أن الذي يبين ضلال أهل البدع هو الضل ويجب محاربته ما علاقة هذا الكلام بكلامي هذا ابن عثيمين عنده معتقد قريب من معتقدات أهل السنة شوف الآن كلامي ابن باز سبحان الذي خذل بهذا الإنسان الذي جاء بالمقر سبحان الذي خذل بهذا الحمد الحجر والنوي وآخر أنهم أخطاء لهم بعض التأويلات بقى الواجب التنبيه إلى وجد شيء مما أخطأ وبيبين أن هذا خطأ يقول وجب التنبيه لها يقول وجب التنبيه لأخطائهم إن كان شيخك لا يفرق بين الضمير واسم الإشارة ما هو مستوىك؟ شيخي من هو شيخي الذي لا يفرق بين الضمير واسم الإشارة؟ وما علاقة مستوي بمستوى شيخي؟ من هو هذا الشيخ هو ما حدد وأنا ما أعرف واحد من شيوخي الذين درستوا عندهم أنه لا يفرق بين الضمير أو اسم الإشارة وافرض أن شيخي مثلا الذي قرأت عليه صحيح البخاري مثلا وآحد هندي قرأنا صحيح البخاري على بعض يعني غير العرب العاجب مثلا قرأنا صحيف مسلم كذلك هل كونه لا يفرق بين ضمير واسم الإشارة هذا يعني أنني أنا مستواي سيء كيف تفهم هذا الفهم شيء والله عجيب والله عجيب ثم حدد لأنا من هو شيخ لهذا ولماذا إذا لم يفرق بين ضمير واسم الإشارة سيكون تلميذه مستواه سيئا وماذا درست أنا عند هذا الشيخ خير درست عنده العربية أم ماذا درست عنده المشكلة أنه ماذا يعني شوف هو يقول مراوض ويقول عني عندما يأتي بكلام موهم بكلام غير محدد بكلام فضفاض هكذا دون تحديد من هو شيخي وماذا درست عنده وما البين على أنه لا يفرق بين ضمير واسم الإشارة لابد من أن يأتي بهذه الثلاث حتى نعر كيف أن نرد